وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر بالإضافة إلى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور هلا سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيد وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وسيدة نيفينجا مع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وقد تم تأكيد على التصاعد التدريجي في معادلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7.7% في الربع الرابع من العام وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتدعيات جائحة كورونا والتي وجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معادلات النمو حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية كما تم في ذات الإطار تناول ما تم توصل إليه بشأن المسار التنزلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءا من العام المالي الحالي فضلا عن جهود فضل التشبكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021 الاجتماع شهد أيضا عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذا موصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة أخذ في الاعتبار الدورة التنموية الهام للقطاع الخاص لسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي شهد الاجتماع كذلك التطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021 والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس خلال الفترة من الثامن إلى التاسع من سبتمبر الجاري بالقاهرة وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب ممثلي القطاع الخاص حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 خاصة عقب التدعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي والانعكسات السلبية لذلك على تباطئ جهود الدول لتحقيق التنمية فضلا عن تسليط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية وكذا الاهتمام الذي تليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف